يوافق اليوم ذكرى تاسعة لإعادة اعتقال 48 أسيراً من محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2011 الاحتلال يواصل أسرهم بعد أن أعاد لمعظمهم أحكامهم المؤبدة السابقة فيما تبرز أسماؤهم بصدارة جولات التفاوض حول أي عملية تبادل مستقبلية بين حماس وسلطات الاحتلال هل كانت الحرية مجرد خيال؟ أم أننا فعلاً عشناها لبرهة من الوقت؟ سؤال يراود 48 أسيراً بشكل يومي إنها الذكرى التاسعة لإعادة اعتقال 48 أسيراً انتزعوا حريتهم في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 الصفقة التي جرت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وسلطات الاحتلال أفرجت بموجبها المقاومة في غزة عن الجندي الإسرائيلي جلعد شليط بعد خمس سنوات من الاحتفاظ به مقابل تحرير 1027 أسيراً من سجون الاحتلال وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 48 محرراً من الصفقة وهم من بين نحو 70 أسيراً أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 ولاحقاً أعاد لمعظمهم أحكامهم السابقة وغالبيتها السجن المؤبد وذلك بدريعة وجود ملف سرياً لهم فيما تضع حركة المقاومة الإفراج عن هؤلاء الأسرة شرطاً لأي عملية تفاوض للوصول لصفقة تبادل مستقبلية فحماس تحتفظ اليوم بأربعة إسرائيليين بينهم ضابط في جيش الاحتلال وجندي ومن بين الأسرة المعاد اعتقالهم 11 أسيراً اعتقلهم لاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو أي منذ أكثر من 30 عاماً أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال بلغ مجموعها على فترتين أربعة وأربعين عاماً مفاوضات الصفقة استغرقت خمس سنوات وتمت في النهاية على مرحلتين في ذات العام كما أبعدت سلطات الاحتلال عدداً من المحررين إلى قطر وقطاع غزة وفي السنوات الماضية كانت هناك محاولات لمفاوضات من شأنها أن تقود لعملية تبادل أسرة إلا أن الاحتلال شكل لجنة حملت اسم لجنة شمجار عام 2012 وضعت اشتراطات لأي تبادل أسرة مستقبلي تمثلت بعدم مبادلة عدد كبير من الأسرة والتعامل بمنطق أسير مقابل أسير من رامالله المحتل أسيل سليمان رؤيا ترجمة نانسي قنقر